لا صياحة في خربة إبزيق شمال مدينة توباس إلا للديوك هكذا تبدو الخربة صامتة تخترق ساعات الانتظار المجهول المرتقب والصبر الذي صار ضدلا لمعاناتهم لم يتبقى سوى عشر ساعات لعودة السكان إلى خيامهم بعد إخلائها قصرا تحت ضجيج الدبابات العسكرية الإسرائيلية هكذا تقول إسرائيل السكان هنا يدركون أن هذه حرب افتراضية يصنعها الاحتلال لاستهداف الفلسطينيين تقريبا من 15 اليوم تم تهجير حوالي خمس بيوت من منطقة إبزيق تحت حجي التدريبات العسكرية إخلاءهم إخلاء تام من المواشي ومن السكان من الأطفال والشيوخ ومن الساعة تقريبا الساعة السابعة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل تضطر العائلات الفلسطينية لأن تبيت في لهيب الصيف وبرد الشتاء بالعراء يقولون أن سن القوانين الدولية وحدها لا يمكن أن يوفر مضلة لحمايتهم من التدريبات العسكرية التي باتت سلاحا لمخطط تهجير قصري يتعرض له الفلسطينيون في الأغوار لا يوجد عقل بشري يستوعب إخراج العائلات وتهجير العائلات من مساكنها بحجة أن هذا الجيش الظالم سيجري تدريبات داخل هذه المساكن وأين تذهب هؤلاء المواطنين هؤلاء النساء والشيوخ والأطفال أين يذهبون يبقوا بالعراء موجودين طيلة فدرة هذه التدريبات التي يقوم الاحتلال بعملها داخل مساكن المواطنين وداخل التجمعات السكانية الفلسطينية تستهدف التدريبات العسكرية الإسرائيلية خمسين ألف دنم صراعي وسكني في مناطق الأغوار تترك خلفها الكثير من الضمار والمخلفات المتفجرة التي تنسف معها صراب السلام في المنطقة منذ احتلال الضفة الغربية عام سبعة وستين لم تتوقف التدريبات العسكرية الإسرائيلية في الأغوار ومنذ ذلك الحين يواجه الفلسطينيون كل عملية تهجير قصري بالبقاء والثبات خالد بدير قناة الغد من خربة إبزيق شمال طباص فلسطين